صباحكم ورد حبايبي متابعيني أحلى صباح عساه يوم خير إن شاء الله على الجميع يا رب اليوم عندنا موتر الوالد اللي طول بعمره وعماركم وعمار كل منتع الزيون اللي تحبون إن شاء الله يا رب للأسل فتفايف الامجي اليوم بنسجله طبعا هذا الموتر الفين واربعة اللي هو خمسمائة حصان تقريبا اللون أسود ملكي من داخل جلد الأسود أو بمادي الغاوج الموتر طبعا من يوم نعم من اليابان ليحي ما نقزل أبد كلش نهائيا كله عليه وصخ كله وصخ تبارك الرحمن اللي لها الله الموتر مرتب 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 الاخر الموتر تبارك الرحمن اللي لها الله كلش نهائي شد بلاده واصعك تبارك الرحمن ولي أصوره لكم من داخل بسم الله اللي لها الله الكراسية ما شاء الله تبارك الرحمن اللي لها الله فعلا فعلا ما حد نستخدم الكراسي نهائيا طبعا أنا شفط ماله فصلته تخيلوا يا إخواني أول ما طلعت من المينة شفت شقال بيبل مية عشان لا يقدمنا بعدين بالمستقبل لأن أحد عيوب هذه السيارة شفط مالها في مشاكل يعني حساس زيادة على اللزوم ممثل المديرات الجديدة عادي تسكر الباب حيل ما يخترب يتحمل عادي بعض الأيام على طول بسرعة يحترق الموتور اللي بتدبع أو سير فيه تنسيم بال بالكفو الله سير فيه تنسيم فإذا صار تنسيم الجهاز اللي بتدبع سير شقال دايريكت على طول يغرب ويحترق فإذا مننا شقال كرشي سنيم 100% الأفضل أنك تفصلهم خلاص شفت ما يشتغل فسير تسكيرت الباب عادية تسكيرت الباب صار عادية وايد عملية الحركة هذي وأفضل بس خليت الدبع الدبع أنا ما عليها استهلاك فخليتها شوفوا خايا موتور اللي الله والله تبارك الرحمن والله اللي الله والله هذا كشنا السائق هذا جي سكش للراكم وهذا اللي هو صور لها هذه ديكوراتها وشغلة كدها تبارك الرحمن والله تبارك الرحمن والله تبارك الرحمن والله الموتور ش researching بسم الله الرحمن والله mä信 قريبا هل اختهم فتطوصvir صوبة لا ـ عندنا المح لح الشايب اصور بكم بالنهار تصوير واضح ما شاء الله صوت الازوز نغم هذا نوتر شايف اجباع السيارة هاللي بطلع فيها استمتع بقيادتها فعلا 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 استمتع بصراحة قيادتها متعة سيارة صغيرة وما شاء الله رياضية ونشيطة هذا الهيكل بالنهار طبعا تغير هذا الهيكل عندي الستيكر او اللزقة بعت الـ 500 ولا لاحي بركبتها بركبها ان شاء الله سلام عليكم من داخل هذا الهيكل بالنهار تبارك رحمن قصة تبارك الرحمن فيها شقال ومضبوط وميبليا هذا السقف والستارة أنا يمكن هذي تقريبا خامس سيارة استخدمتها من سيارات هذي كان عندي واحد تسعين كان عندي اثنين وتسعين كان عندي اربعة وتسعين هذي سيارة ثلاثة تسعين وخواني عندي طغمينغات للبيع ان شاء الله عندي طغم الحوت اللي هو المتين وعشرين توتو زيرو الرنقات شفر جدد والتواير عطغ جدد ما فيهم ما شاء الله اي ملاحظات اربعة يعني طغم كامل سعرهم امية وثلاثين دينار وعندي هالطغم هذا اللوغنزر اصلي الرنقات ما شاء الله تبارك الرحمن كلمة جديد شوية عليهم يعني طغم نظيف نظيف لا في تصليح ولا في عبد اي شيء طغم كلهم ارض واحد مقاسم سبعة عشر مقاسم سبعة عشر توائرهم شفر جدد عثيون سبعة عشر بعد توائرهم ما شاء الله اما هذي علاق الاخيرين ملوك ال اي خمسمية مو للبيع انا بس شلتهم مؤقتا وراح ارجحهم مشاء الله بالمستقبل طبع توائرهم كونتل انتل جدد ورنقاتهم ضعف بس مو للبيع بس عندي طغم النورنزر هذا طغم النورنزر 1-2-3-4 انا حبيبي شوني صباح الخير شونكم وهذا الطغم مالي الحوت طبعا هذيلي الرنقات كانوا على الحوت اللي بيعته اللي ماشي 11000 كيل ولا سود اي والله فانا بدلتهم لانا صراحة اللي عليه الحين 18 نجمة احنا وايد الطغم اللورنزر سعره 250 دينار الطغم اللورنزر وهي لي سعرهم مثل مابت الكبارة والحمية اللي هو 120 دينار 120 دينار 120 دينار نهايتهم فاني لا خاطر خليك اللي متواصل معي ان شاء الله خير وعشاه يوم خير على الجميع ان شاء الله فيه مرد الله خليل نلغي بعد نظره سريع عقل خمسين وستين هذا الخمسين وستين وعقل خمسين وستين اخوان من السعوديين سعبون ابو رفع قريب بوهرمين وستايا ومبرد دير ومبرد مكينة اللي هو الالماني واسبوح الوجه مو مقصولة صار لها فترة مو مقصولة فيها بسنو الباب الخلفي لو تلاحظون بسنو الباب الخلفي في خمزة بسيطة التالي وان العمود ومش يرى من خوة ورح اشفطها ان شاء الله اسحبها لان انا حسب تغريرها وانها صبغ وكانة ما شاء الله ما فحصتها انا بس اعتقد لها فلا صبغ وكانة من بيتها بدء اي شيء بيتها ناوي دخلها بوليش سبوع اللي فات بس ما صعب فيه وقت وصعب وان شاء الله عظيم مستقبل يعي باج ربكت رح ادخلها بايدن الله هي تعالى اعتقد ما شاء الله ما شاء الله سبعها مستخدم واعتقد ماني مكافت ايه والله جديد ما شاء الله كبار كبار ما شاء الله هنالذي غوطر هنالذي اعتقد هل هادل استعلاك المصيط اله فيه ما شاء الله اخشابة الهتمان طبار طبار ما دخلت دي تايلينج ولا سويت في اي شي ابد مجرد رسيل عادي هذا ان شاء الله عرضه للبيع باسمه الحين خل ارتب اموره وبإذن الله تعالى مرحب للعافية شكرا على خير فيما الله